موسيقى بلدنا حلوة بكل هذا الجمال شكرا للزميل عبداللطيف عبدالله على التقرير وتحايا لكم ولهذا الوطن رمز العشق ولون الانتماء الدائم يقول الشاعر عبدالعزيز جويدا الشعر ماء في كفوف الأنبياء ماء ويجمع كل يوم في إناء يتوضع الإحساس منه ليصير قلب العاشقين على طهارة فسعداء اليوم أن نكون في حضرة الشعر صباحا نتشارك قهوة الصباح وحكاية الصباح مع الشاعر نموذج الرقة والعذوبة ريان عبدالله مرحبا بك وصباحك خير أهلا بك يا تشير وبي كل المشاهدين سعيدة جدا أن أكون في صحبتك الليلة مرحبا بك خلينا نبتدر كذا الحوار بقصيدة طيب نبدأ إليهم جميعا لأمي يا سليلة نور الحياة ويا قبلة الحب يا فوح آمالي المطمئنة يا رؤية القلب صافية تدرك الخير في كل حين يا طريقا غدا أبديا من التضحيات لأضحى أنا يا رحيقا أتى ليزيل غبار الحياة بوجه الحياة سلام ويا كتلة من حنين يا رفيقة قلبي وخاطره لا يغيب ويا زهرة تتربع في وسط القلب يا راحتي يا أمان السنين للصديقة تضحكين مثل ما يتناثر نجم من الفضة المستحيلة في يد شيخ فقير تبعدين الأسى دون ما رهق تزرعين البساتين في درب يضاج بالحر يا سر إقاع نبض الخرير تضحكين فتصاب المشاوير بالحب ذاهلة في مداك اللجيني يا روعة تتراقص في بؤم القلب رامحة حرة نبضها من بياض محيا فؤادك ديدنها عطفك المستهى في الصديق أنت أنسودة للجراحي أنت أنسودة لكبار الجراحي ونوم قرير لك يا مذاق الجمردين في سفة الحلم يا مزاج الرياحين بالعطر يا قلقا لا يبارحني في التلافير لا لستلي لستلك ليت أن وجدنا كلينا بوقت أقل غرابة بذاكرة غير مجنونة بحنين أقل بقلب صلابته لا تضر بوجه حريص أبى أن تزل ابتسامته وتسيل ويفقدها في الحريق يا سلاما وبردا على القلب في فورة من حمم يا بديع التفاصيل في أوج سعدي وفي وفرة من ألم يا أنيس الصباح وعند الليالي ويا ماسحا كلهم لي أنا كنت ضيعتني كنت توهتني في حرابي وفي وجلي واتفاقية هشة من سلام لم أجدني وقد كنت قربي ولكنني لم أجدني شعرت بروحي تدور وفي الدوران تشيت كدرويشة وجعي لم أجدني ولكنني خست بي يا سلام يا ريان ويا شفة القمردين في شفة الصباح اليوم سعيد سعداء بحضورك صراحة عندما يتحدث عن ريان لتأكيد كل من يعرف ريان يعرف هذه الرقة ويعرف الكلمة الرقيقة والمفردة والخيال المتفرد وغيرها فكل هذا التكوين لحرف ريان بتأكيد له مغذيات خليلا أتحدث عن المغذيات المختلفة من المشاهدات المكانية القراءات وغيرها لحرف ريان بالنسبة لي يعني وعموما كده كل حاجة بتغذي روح الإنسان هي تجاربه الخاصة يعني أحاسيسه الخاصة الأغاني الأغاني عندها أثر كبير يعني أما أنا بالنسبة لي المديح يعني من الحاجات اللي شوفي يعني أي حاجة بتأثر على الروح هي بتخليك تكتبي واضحة روحها المتصوفة طمعا في شعر ريان شكرا 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 فبس يعني حاجات كثيرة زي تجاربه الشخصية زي العلاقات الإنسانية يعني حاجات كثيرة شديد هي اللي بتأثر وبتطلع شكل الزول وشكل التجربة الشعرية ذاتها في جانب المشاهدات المكانية يعني يمكن يكون المكان اللي عاشت فيه ريان أو حديثنا أيضا عن الآداب ولو إنه ريان بكل هذه العربية الفصيحة والعالية درست الإنجليزية فخلينا برضو نتحدث عن زوايا المشاهدات المكانية والدراسة والقراءات أيوة أنا درستي لغة إنجليزية طبعا يعني الزول بعين إنه مستقبل وحيكون نعامل كيف وكذا لكن بالنسبة لي العربية شغف طبعا وبالنسبة لإنه أنا بحبها لازم أذكر إنه أمي هي الحبة بتنفيها حيات صلاحها حيات جدا جدا يعني أنا حبيت الأدب وحبيت القراءة وحبيت الشعر وحبيت الجمال ده كله لأنه أمي كانت بتتزوقوا يعني بتذكر إنه أمي مسلا كانت بتعجيب حاجة بتقومت بتقراءها ليي يعني قبل ما أنا أتعرف أصلا عن هذا يا سلام وبعد ذلك بيجينا منتزوق الحاجات مع بعض طيب خلينا نسمع مستاني ليلة حريصين نسمع منك أكثر مدرجة بالحنينة إليك أفتش عنك بقلب انطفاء المساءات حين أعود لروحي وفي لون كل المسافات حين تجيش وتصحو جروحي ولي في هواك فؤاد لقد شيئته المقادير كي يصطفيك مراراً وكي يرتضيك التياعاً وكي ما يذوب استياقاً لعينيك كي ما يموت اشتهاءاً ليسري ترياق صوتك في جوف هذه العروق روحي شفاءاً شفاءاً يا لهات الصباحات صوب غناء العصافير يا روح كل الأهازيج يا منتهى الحب روحي بروحك سكرة وقلبي بغير هواك سريعاً سريعاً فيذوي يا سلام شكراً لهذا التحليق ونحنا نتحدث عن ريان وتكوين الحرف عن ريان تحدثنا أيضاً عن القراءات يمكن كل اللي يسمع لريان يجيه السؤال لمن تقرأ ريان عبدالإله طبعاً يا تأثير سؤال واسع طبعاً الشاعر يعني الزول بيفتكر أنه مفروض يكون بيقرأ شعر يعني أنا لحد الآن كل شعري اللي بكتبه أغلبه لأنه أنا قريت الرواية أكتر وقريت حاجات عامة حالياً يضوب داخله في عالم الشعر الكبير الواسع لكن الشاعر يعني بيتركب موهبته أو بتنميها أو بتخلقها التجربة حقته كل القراءات وكل المعارف المعارفة كلها أيواي بشكل الواسع وجوانب لخروج الحرف يمكن أصبحنا بنشاهد مجموعة من المنتديات ولو أنه حالياً من الحركة الثقافية عموماً ضعيفة قليلاً فيخلينا برضو في الجانب نتحدث إلى أي مدى المنتديات ممكن تكون هي طريق لخروج الحرف وسقل التجارة والمواهب التشارية أيوة طبعاً يعني زي ما أنت قلت وهي الحركة الثقافية مثلاً ممكن تكون ضعيفة وهنا خلينا نشكر بيت الشعر اللي هو منصة ومنبر واسع شديد وبالجد ما عارفة لو لا هو إحنا كان حنكون وين يعني مستقبل الشعر كان حيكون وين فهو حاضنة جميلة وحاضنة مهتمة ومكترثة تماماً بالشعر والأدب يعني فهو كل الأبواب غالباً بتكون منه يعني كل المنتديات تجربة الخاصة أيوة هو كان باب لصقل التجربة تماماً الخاصة أيوة نحييهم بالتأكيد كل الأصدقاء وكل الزملاء في بيت الشعر الخرطوب وندما نتحدث عن المنتديات يعني هو طرح ممكن يعني دائماً زي ما ذكرنا يصقل التجارة باحتبار وجود تجارة شعرية مختلفة الآن أصبحت المساحات للنشر مفتوحة وبالتأكيد بتشاهدي في الفضاءات المفتوحة السوشال ميديا وغيرها جوانب مختلفة للشعر فخلينا برضو نعرف رأيك في وجود الحرف في السوشال ميديا بشكل خاص والله زي ما قلت يعني بقى نشر الحاجات ساهل شديد وبقى يعني تشارك الثقافة وتشارك الأدب وتشارك الثقافات ذات والحاجات كلها بعبوابها الواسعة بقى ساهل شديد ساهل المنصات الشعرية والمنصات الثقافية بتقدم ناشا وكده فالشعر الفصح عنده نصيب كبير يعني طيب خلينا قبل ما نواصل قصيدة أخيرة في الطريق إليك في الطريق إليك صداع حروبك جوقتك ليعزفون الجنون لموت يهدد دوما ولكنه لا يجيء في الطريق إليك ستكره أنك أنك ثم ستهوك بشرا تصالح مع الأمر فالأرض مملوئة بالعجائب منها بقاءك للآن تركب خيل المجاز ووجهتك المستحيل في الطريق إليك يصادفك الآخرون بلا عجب نادهم وادعهم طيبا للبقاء طويلا وإلا فدعهم ليسرقهم كوكب آخر بصباح سعيد في الطريق إلى الآخرين محبتهم وصلهم كرههم عندما يشبهون كفل في الطريق إلى الآخرين التريس ثم التحمل بعث الوداد مرارا ولا ضير من عتب لو رقيق في الطريق إلى الآخرين ستلقاك أنت فسلم عليك وصالحك فيهم وفيك وودعك بالصفو ما دمت تملك سر الولوج لودانهم والوريد في الطريق إلى الحب لق فؤادك آية الجنون وعلمه أن التعقل في الحب يجعله ماسخا وهو ملح الحياة وريحانها روحها والرحيق في الطريق إلى الحب كن ضمأا دائما وتطلع إلى الفيض في كأس روحك متسع الكون ما الحب غير جمال ولكنه لا يبيد في الطريق إلى الله كن مترعا بالرضا والتزم بالبياض مع الخير والشر والحادثات وكن صادقا وتمتع بقلب كجلمود صبر ولكنه تتفجر أنهاره يتشقق يخرج ماء المحبة منه ويهبط من خشية حاملا منهج الطين فيه ومستذكرا دوره بالوجود يا سلام شكرا لك ريان أنا كنت سعيدة بحضورك ولو أنه هو مساحات الصباح تقصر أمام قامة شعرك وإداعك نتمنى أن نلتقي في مساحات قادمة بالتأكيد شكرا لحضورك الصباح اليوم شكرا جزيلا تسلم يا تيسير أنا كمان كنت سعيدة شديد بك شكرا لك